بسم الله الرحمن الرحيم دخولنا حن بالدين إسلام ودخول الدين بنا إيمان إذا دخلتنا بالدين إذا تشوف واحد يصلي تدري أنه مسلم إذا تشوف واحد يزكي تدري أنه مسلم إذا تشوف واحد يعني صايم تدري أنه مسلم تدري تشوف واحد يحج يعتمر تدري أنه مسلم لكن الإيمان هذا وشلو ندري بالإيمان وشلو ندري قوته ضعفه زيادته نقصانه شف حبيبي الإيمان في اللغة هو التصديق الإيمان في اللغة هو التصديق وهو في الشرع هو عمل القلب واعتقاده وعمل الجوارح وقول اللسان وعمل الجوارح وقول اللسان طيب الإيمان ما يشاف شل من رأسك أنك تشوف الإيمان مثل الكهرب الكهرب الآن ما يشاف الكهرب ما يشاف أبداً مستحيل لو تجيب سلك كهرب ثم تشيل البلاستيك من النحاس ما تقدر تلمس النحاس إلا فاحص لكن الكهرب إذا دخل على الأشياء أظهر وظائفها يدخل على المكيف يبرد الجو يدخل على المروح يقلب الهوى يدخل على دينامو الماء مصلمة من تحت الفوق يدخل على غسالة الملابس يتغسل الملابس كذلك النشافة تنشف الملابس يدخل على الدفاية يطلع دفا يدخل على الميكروفون يكبر الصوت يدخل على المكوى يكوي الملابس يدخل على الراديو يطلع الأصوات وما فيه من خير وشر لكن هو لا يرى نشوف كيابله نشوف عداداته نشوف طبالينه نشوف فياشه نشوف الضغط العالي اللي له لكن هو نفسه الكهرب ما نشوفه نشوف شركته نشوف سياراته فرق الصيانة نشوف الكيبلات وهي تمد والحفريات وهي تحفر لكن ذات الكهرب ما نشوفه نشوف ثمرته هذا الإيمان ما نشوفه لكن نشوف ثمرته الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويقوى في مجالس الذكر ويضعف بمجالس الغفلة ويضعف مجالس الغفلة لذلك فيه جنتين جنب الدنيا اسمه جنة المعرفة جنب الآخرة اسمه جنة الزخرفة في الدنيا جنة المعرفة معرفة الله والتعلق بالله والاستعانة بالله وحب الله والولا لله وتعظيم الله وإجلال الله وتكبير الله جل جلاله هذا لابد تعرفه لأنك أنت في الحقيقة أربع مواعين راسك معون وبطنك معون وجيبك معون وقلبك معون راسك معون للمعلومات بطنك معون للمطعومات جيبك معون للمكسوبات قلبك معون للتصديق بالمغيبات راسك معون للمعلومات يعبب المدارس ابتدائية متوسطة ثانوية يعبب الجامعات يعبب الجرائد والمجلات والمكتبات والكتب والقنوات والمطويات تعبي راسك معلومات بطنك تعبيه مطعومات المزارع قامت للبطن البقالات قامت للبطن المطاعم السوبر ماركتات المقاصف البوفيهات المطابغ الولائم هذه كلها قامت للبطن البطن عده بالمطبخ عباء الثلاجات فريزرات فرامات خلاطات قطاعات سكاكين ملاعق حافظات قدور اواني ملاعق بوادي طقوم ميكرويف كله اجهزة اجهزة كاملة متكاملة للبطن واكبر قسم بالمستشفى قسم الباطنية واكثر ما يملأ الهل القبور سبب بطونهم واكثر الامراض البطون وبالجسم اليد تعبي البطن الضرس يضحل البطن هكذا بارك الله فيك المعونة الثالثة اللي هو الجيب هذا يعبى عاد بالتجارة والكسب والصناعة والزراعة والوظائف وكل الناس الآن ذولا اللي يدرسون الباصات والمدارس والميكروباصات واللي يمشون على رجليهم والطلاب ذولا كلهم جاء عندهم يقين اني اذا اتخرج اتعين واذا تعين اتوظف واذا اتوظف استلم يوم خمسة وعشرين راتب وقدر وامر الصراف واسحب هذا اليقين هو اللي يدفعه انه يشتغل 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 فهذا هو المقصد يعب يجيبه لذلك يقول مالك بن دينار لو تخافون من النار مثل ما تخافون من الفقر لا افلحتم بقي المعون الرابع ما هو انه القلب القلب مكان مقدس اذا دخل فيه حب غير الله تنجس فلا تحب الا الله طيب شلو انا احب الله لا بد اعرف الله طيب شلو انا اعرف الله اجلس مع العارفين بالله وعن معاذ رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال اللهم اني اسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب الى حبك اسأل الله ان يأخذ بقلوبنا اليه وان ينظف قلوبنا ممن هم دونه وان يجعلنا واياكم من قوم يحبهم ويحبونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة